نقطة كده سريعة تخلينا نتعلق بالقرآن يعني ماشي ماشي هنقدر نوصل للمستوى أكيد بتاعهم ده لكن نتشبه يعني بيوم على قد ما نقدر نوصل لحب القرآن كده أنه هو يكون في قلوبنا مش بنقرب لسنة بس كده يعني إذا علم العبد أنه يناجي ربه وأنه يحدث ربه ويكلم ربه بكلامه فلن ينقطع عن كتاب الله تبارك وتعالى الإنسان لم يعرف أنه ولذلك أبو يزيد البستامي لما قال إذا أردت أن أكلم ربي قرأت كلامه قرأت الكتابة أنا عاوز أكلم ربنا فأعمل إيه فأقرأ القرآن وإذا أردت أن أناجيه دخلت في الصلاة شو في الفقه العالي ده فالإنسان لما يعلم أنه إذا أراد أن يحدث ربه يعني الواحد لما يكون لها حد بيحبه لا يملأ أبدا من الحديث معه يعني هو يقعد يتكلم معه وهو حبيبه وبيحبه بعدين عرف قصة سيدنا موسى مع الله عز وجل وما تلك بيمينك يا موسى خلق عصر انتهت القضية قال هي عصرية أتوكع عليها وأهش بها على غنم أيه وإيه تاني ألولية فيها مقارب أخر طب ليه ألولية في مقارب أخر عشان الحديث يطول عشان ربنا يقول له وإيه بقى المقارب دي ويبدأ بقى الحديث يطول وهكذا إلا أرى اللي عاوز يبدأ يكلم ربه تبارك تعالى وحب يناجي ربه تبارك تعالى فليدخل من الباب الأعظم هو قراءة القرآن ده حاجة الحاجة التانية لما نعرف إن الإنسان يا جماعة كلما يقرأ القرآن كلما يرتقي يرتقي في أمر دينه ويرتقي في أمر دنياه الأمر التالت للنبي عليه الصلاة والسلام قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه فحكم النبي عليه الصلاة والسلام بالخيرية لمن قرأ وتعلم كلام الله الأمر الرابع أن يا جماعة أنتوا عارفين وانتوا بتقرأوا القرآن أنتوا أصلا خواص أهل الله يعني ربنا له أهل من خواص أهل الله اللي هو مين بقى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى أهلين من الناس أهلين دي جمع أهل أهل القرآن هم أهل الله وخاصته فيا سلام بقى لإنسان لما يعرف إن أنا هكون من أهل الله تبارك تعالى فلا شك أنه سيزداد حبا وشغفا بالقرآن الكريم الأمر الأخير وأخيره هي أكتير أوي بس خلينا أقول بس عشان ندخل على غز وبد من ضمن الحاجات أنه يبشر عند الموت يعني يبشر عند الموت أحد الصالحين لما كان عند الموت بكت ابنته قال يا ابني ابكي أو لا تبكي فقد ختمت القرآن عند هذه الزاوية أربعة آلاف مرة كم مرة أربعة آلاف مرة فهو فرحان يقوله مغسله فلما مات إذ به يتبسم طبعا يعني ما كده أعاد يعمل يتحك واخدبال حضرتك هذا ذكره النوى ورحمه الله في الصحيح في مقدمة شرح صحيح الإمام مسلم في كتابه المنهاج شرح صحيح مسلم بن حجاج فده اللي هو البشرة البشرة إنه هو إيه إنه هو في النهاية يعني يختم له بالخاتمة الحسنة ولذلك سيدنا أبو زرع الرازي رضي الله تبارك تعالى عنه لما جيه موت شوفي بقى اللي بيقرأ دايما القرآن ويداوم على حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام شوفي البشرة بتبقى عاملة زي الخاتمة الحسنة أبو زرع الرازي لما جيه موت فقاله يا جماعة لقينوا موتاكم لا إله إلا الله وأبو زرع ده يعني هو من أئمة الحديث كان يقول حفظتوا عن رسول الله ثلاثمائة ألف حديث كما يحفظ أحدكم كله والله وأحد من القرآن تلتمائة ألف حديث إلا تلتمائة ألف سند لأننا جمعنا الحديث جيه فيني تلتمائة ألف حديث لأ تلتمائة ألف سند كل حديث ممكن يبقى ليه خمس أسانيد عشر أسانيد فالإسناد بيسمى حديث فجاء أبو حاتم والعلماء الجمعوا حوالي كده هم عادين فعاوزين يعملوا حيلة عشان يقولوا له أقول لا إله إلا الله فكام كل واحد يقول أنا أستحي لأن أقول له أقول لا إله إلا الله يعني ده هو اللي علمنا اللي احنا نقول لا إله إلا الله فعاديين جمع بعض قاله طب ما نقول للحديث ونعرف اللي احنا مش عارفينه يعني وهو يكمل فواحد يقول حدثني فلان عم فلان عم فلان يعني نسيت الثاني يقول له نسيت فأبو زرع يقول له أنا أنا عارف عم عاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله وفاضط روحه إلا الله